موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجمل القول نبدأ هذه الحلقة بعناوينها البرلمان الإيراني يسعى للانتقام لزادة وحكومة طهران تعارض التحركات خشية عقوبات إضافية موسيقى وفي ليبيا صراع يراوح مكانه والأطراف الليبية في عنق زجاجة على طاولة الحوار موسيقى تخبط في الاتهام وتضارب في السلطات في إيران فاتهامات اغتيال زادة وجهت لإسرائيل ثم إلى مجاهدي خلق ثم التفتت فجأة إلى السعودية وتعارض في السلطات حين صادق البرلمان الإيراني على قانون رفع العقوبات عن إيران بينما أعلنت الحكومة الإيرانية معارضتها لهذا القرار خوفا من عقوبات محتملة أشد وطأه على اقتصادهم موسيقى في خطوات إيرانية متضاربة صادق البرلمان الإيراني على قانون رفع العقوبات عن إيران والموافقة على رفع تخصيب الإيراني إلى 20% سنويا وععادة تفعيل محطة آراك نووية في غضون أربعة أشهر بينما أعلنت الحكومة الإيرانية معارضتها لهذا القرار خوفا من عقوبات محتملة أشد وطأة على الاقتصاد الإيراني وبحسب لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني فإن قانون رفع العقوبات يحمل أربع ملفات أساسية هي إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخراج جميع مفتش الوكالة والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ومنح أطراف الاتفاق شهرا لرفع الحضر المصرفي والنفطي عنها رفع تخصيب الإيراني إلى 20% سنويا من شأنه أن يساهم في الحصول على نقائم بمعدل 90% من الإيراني المنظب وهو المعدل المستخدم في تشغيل المفاعلات النووية وصناعة الأسلحة النووية الأمر الذي يجعل التخصيب قرارا انتخذته إيران لتجاوز حدودها المنصوص علي في الاتفاق النووي مع القوى العالمية حالة من الارتفاق تسود قرارات المسؤولين الإيرانيين عقب مقتل العقل المدبر للملف النووي فخرزادة فمصادقة للبرلمان على رفع تخصيب الإيراني ومعارضة الحكومة من شأنه أن تزيد من حدة الفجوة بين صانع القرار في إيران مما ينذر بصراع حاد بين كافة الأجنحة لمنقشة هذا الموضوع ينضم معنا هنا في الاستوديو دكتور فواز بن كاسب الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية حسنا بك دكتور فواز حسنا بك سيد الحمد حياك الله وينضم معنا في أقتل الله حق الدكتور عادل مكينزي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود مشاهدين الكرام نبدأ الحوار لكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي أبدأ فيه مع الدكتور فواز أهلا وسهلا بك دكتور دائما ما كنا نعتقد أن الحكم في إيران لنظام الملالي وأن الشعب مغلوب على أمره اليوم نشاهد ممثلية الشعب في البرلمان يدفعون باتجاه رفع التخصيب ورفع رتم البرنامج النووي والحكومة تمحني في العاصفة خوفا من العقوبات فعليا من يحكم إيران ومن يقدر توجهاتها هو طبعا النظام الإيراني من الأنظمة اللي يطلق على الأترقراطية والتي تكون مرتبطة دائما في قيادة أحدية دينية وهذا ما هو موجود في إيران حاليا ولكن تركت المجال للشعب وكنظام شورى خاصة بينهم لإثبات للعالم بأن هذه تمارس الدموقراطية وتمارس حرية التعبير داخل المجتمع الإيراني بينما الواقع غير ذلك بالنسبة لهذه الحادثة التي حدثت في إيران وجعلت من هناك متنفس من قبل البرلمان وأيضا استماع من قبل الحكومة لمتطلبات ما يطلق عليه بالمتشددين في المجتمع الإيراني من منظوري أنا قد يكون هناك لامتصاص الغضب في الشارع الإيراني لأن موضوع الاقتيال عالم بهذا الحجم وبهذا المستوى وبنفس هذا المكان وفي هذا الوقت يعتبر كشف للنظام الاستخباراتي والأمني بالنسبة للجانب الإيراني بأنه ضعيف جدا وهذا يجعلهم أمام الشعب وأمام المجتمع الإيراني بأن النظام ضعيف جدا وهذا مزيد الضغط على الحكومة الإيرانية بأنها تجعل من الشعب أو من البرلمان أن يتحدث وهذا نوع من الاحتواء في السياسة طيب أنت تتحدث عن هشاشة النظام الأمني في إيران لكن ألا يمكن أن يكون هناك سيناريو لمن سمح بالداخل الإيراني لحدوث مثل هذا خصوصا إذا شهدنا تعارضا بين البرلمان والحكومة اليوم هو كعملية عسكرية أو عملية أمنية أو اغتيالية ما بشكل هذه طبعا من العمليات الاستخباراتية ولن ينفذها إلا من لديه القدرة في جمع المعلومات وأيضا كمهمة خاصة لا يمكن تنفيذها إلا من قبل اختراق داخلي لإيران والجهات الأمنية ذكرت أنها عملية معقدة جدا حسرة جدا عملية معقدة فبالتالي لا يمكن أن تحدث مصادفة لكن السيد محمد تاريخيا من منظور تاريخيا هي ليس بالحادثة الأولى بالنسبة لإغتيال من علماء إيران هذا يعتبر الرقم الخامس وهذا دليل بأن إيران ما زالت تعاني من كشف الغطاء الأمني أنا سأعود إلى القضية التاريخية لكن اسمح لي أن نذهب إلى دكتور عادل مكنزي أستاذ العلم السياسي في جامعة الملك سعود أهلا وسهلا بك دكتور عادل يعني كيف يمكن أن نفهم التعارض الداخلي بين برلمان يريد رفع التخصيب وحكومة تريد التهدئة بسم الله وشيء وحييك وحيي ضيفك في الاسستيديو الدكتور فواز وحيي أستاذ المشاهدين ومشاهدات لا شك أن الضربة التي الموجعة للعالم النووي محسن فخزادة أعتقد أنه جاءت وخصوصا في قلب طهران ومعه قيادات على فكرة له دلالة عن ما تفضل بهم الأمن الإيراني والاختراق الذي حدث لكن أيضا أنا أعتقد أنه قطفت رؤوس يعني مسؤولي ملفات الأمنية والصواريخ الباليستية وأيضا السياسة الخارجية يعني وهم السليماني المسؤول فيلق القدس وما يتعلق بالسياسة الخارجية وأيضا مقدم طهراني رئيس مشروع الصواريخ الباليستية والآن آتوا على رأس البرنامج النووي فخزادة الآن أعتقد أنه مقتل فخزادة يعني كشف عدد من الأمور يعني هناك تناقضات حقيقية أعتقد ولا يخفات أنه في الصراع على السلطة وخصوصا في ظل التردي الاقتصادي وما يعانيه الأقليات داخل إيران هناك صراع وكلنا يذكر الانتخابات السابقة واستجن عدد من القيادات ما يسمون بين قوسين الإصلاحيين أعتقد التناقضات ليست في يعني فقط رأينا تصريح روحاني هناك من يريد أن يستدرج إيران لحرب ولن نذهب لها كما قال لكن أيضا كشف أخي محمد والأخير المشاهدين صراع بين الحرس التوري والأمن الإيراني كل منهما الآن يرمي وتقاذف كرة اللهب واللوم على الآخر لأنه الحدث ضخم أن يحدث هذا في ظل التواجد والتراضي والعملية الاستخبارية أنا أعتقد أن هذا الانقسام أو الحدث يكشف عن انقسامات طيب دكتور عادل وأعتقد أن الوضع الحالي خصوصا في ظل الانقسام وما يحصل من ضعف الاقتصادي والضعف التكنولوجي والأمني وإبعاد أحيانا نعم وضحت الإجابة دكتور عادل لكن اسمح لي على مقاطعتك دكتور عادل نعم فيما يتعلق بجانب الاتهامات هناك تخبط واضح في الاتهامات أول يوم سمعناهم يتحدثون عن إسرائيل ثم في اليوم التالي تحدثوا أن مجاهدي خلقهم من قاموا بمثل هذا اليوم التفتوا على السعودية وسمعنا رد معالي الوزير عادل الجبير أنه لا يمكن اتهام السعودية على كل ما يحدث في إيران وهذه ليست من سياسة المملكة أصلا العمل بمثل هذه الطريقة لماذا دخلت السعودية على الخط على لسان المسؤولين الإيرانيين أو كما قال معالي وزير الشؤون الخارجية دكتور الجبير لو حصل فيضان في منطقة في إيران لا المملكة العربية السعودية بحمد الله سياسة المملكة أخي محمد ولو أخو المشاهدين طوال العهود المختلفة قائمة على حسن الجوار ومحاولة احتواء الآخرين وتقريب كل من يريد وكانت محاولات المملكة في احتواء الإيراني لكن الإيراني كانت سياسة منذ اختطاف الخميني للثورة وهي قائمة على تصدير الثورة ولذلك أنشئت مجموعات اغتيال وقد عانت المملكة من ذلك وكشفت واشنطن محاولة اغتيار للسفير أنا ذاك الجبير ونحن نتحدث عن هذا الجانب نعتقد أن إيران تحاول أن تخرج المشكلة من الداخل الإيراني لأن هناك أخي الكريم والأخي المشاهدين هناك أيضا لوم من الداخل الإيراني من الشعب الإيراني للأجهزة الأمنية الموجودة هناك والمعاناة المتسارعة أنا أعتقد أن الوضع الحالي أعتقد أنه يجب على العالم التحرك بشكل جدي الآن والآن فرصة مواتية أعتقد أن إيران وخصوصا تصعيد المجلس للشورى والبرلمان أن التخصيب إلى 20% هذا يهيئ على وشك صنع القنبلة الذرية الآن أعتقد أن التحرك الأمريكي في المنطقة هو أيضا يضع الإيرانيين أمام وضع ضعيف جدا جدا يحاولون التهديئة من أجل كسب الوقت لتحول الإدارة الأمريكية للإدارة الجديدة شكرا جزيلا لك الدكتور عادل مكينزي أستاذ العلام السياسي في جامعة الملك سعود أعود لك دكتور فواز فيما يتعلق ب النقطة التي تحدثت عنها تاريخيا وتصريح مع الوزير عادل الجبير مع الوزير قال تاريخيا لو عدنا إلى تاريخ إيران فإن الاغتيالات هي سياساتكم منذ الثورة وأنت تقول أن هذه حادثة ليست غير مسبوقة هي مسبوقة قبلها بخمس أو ستة اغتيالات كما ذكرت حدثني عن تاريخ الاغتيالات السياسية في إيران وطبعا العلماء في أي دولة يعتبرون مراكز أو نقاط قوة لها للدولة ومن عناصر القوى الوطنية التي تعتمد عليهم الدولة في جميع التخصصات لا سيما التخصص في الطاقة النووية وهم يعتبرون نادرين على المستوى العالمي وبالتالي استهدافهم من الطبيعي بأن يكون تهديد الأعداء أو المخاطر الخارجية لإيران تستهدف هذه الشخصيات من عام 2001 إلى 2014 تم اغتيال أربع من علماء الذرة في إيران وأعلنت أساسا منظمة مجاهدي خلق بأنها وراء هذه الاغتيالات وبالتالي اغتيال زادة يعتبر واحدة من ضمن هذه العمليات قد يكون وراها طبعا منظمة مجاهدي خلق قد يكون وراها المساد قد يكون وراها السياسية قد يكون هناك تعاون لوكالات استخباراتية على مستوى دولي وإعلامي في استهداف رأس البرنامج النووي العسكري الإيراني طيب لماذا دخلت السعودية على الخط على لسان المسؤولين هناك؟ طبعا بدون شك بأن المملكة العربية السعودية من الدول التي تضررت من السلوك السياسي الإيراني والمملكة العربية السعودية قدمت كثير من الرسائل هيئة المتحدة وانزعجت من هذا التدخل سواء تدخل في شأنها الداخلي أو التدخل في شؤون بعض الدول العربية وكما شاهدنا تبجح بعض القيادات الإيرانية باحتلال أربع واصم عربية وهذا مما يجعل بعض الدول العربية وخاصة في مقدمة من المملكة العربية السعودية في حالة من الانزعاج والمملكة طبعا أخذت سياسة السلم وسياسة الخطاب السياسي المعتدل ولكن شاهدنا للأسف الشديد كثيرا من القادة الإيرانيين سواء قيادين في الجانب العسكري أو لهم جانب ديني بالتهديد في المملكة العربية السعودية ولكن للأسف بأنهم يخاطبون أو يتهمون الدول المجاورة ظنّا بهم كأنهم يستخدمون نفس الأسلوب أو نفس السلوك السياسي الخارجي للاغتيالات أو عمل الإرهاب المملكة في تاريخها لم تقوم بأي عمل إرهابي سواء إرهاب على مستوى سياسي أو على مستوى فردي التاريخ منذ بداية الثورة وإيران تتصدر الدول في الإقليم سواء قبل الإرهاب السياسي هناك ما يطلق عليه الإرهاب المقدس ثم مارسة الإرهاب السياسي ثم الآن تمارس الإرهاب الفردي نعم شاهدنا كما ذكرت هذه الإغتيالات المتوالية شاهدنا في خلال هذا العام استهداف دقيق ومحدد لمفاعلات نووية إيرانية في نطنز وغيرها هل تعتقد أن البرنامج النووي الإيراني سيتأثر بهذه الاستهدافات البشرية واستهدافات المعدات الإيرانية أم أن إيران ستستمر أم مثلا يخرج المفاعل النووي في إيران عن السيطرة كيف تقرأ المسار؟ هو طبعا خلال هذا التهديد واضح أن هناك انزعاج من بعض الدول ومن منظوري أنا أرى بأن إسرائيل واحدة من ضمن هذه الدول التي تنظر إلى تلك المفاعلات النووية يعتبر تهديد لأمن إسرائيل لسيما وأن في عام 2018 قدم نيثنياهو تقريرا مبنيا على المساد بأن البرامج وأن سياسة إيران لم تحترم اتفاقية الشراكة الأوروبية الأمريكية الإيرانية بالتقيد بنسبة التخصيب بأن هناك عملت أوفر فوق هذا المستوى وهذا بالتالي يعتبر مؤشر خطير جدا وتهديد على المنطقة بشكل عام طيب كباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية كيف للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تتعامل مع مثل هذه الحالة؟ هو بدون شك الدول الخليج ومقدمة المملكة العربية السعودية يجب أن تكون ضمن الحوار السياسي الإيراني ولكن لو أخذناها من منظور استراتيجية وقوة استراتيجية الدول العربية ومن ضمنها كجزء كبير الدول الخليج لا تمتلك القوة لإحتواء إيران أيضا لا تمتلك القدرات النووية علشان يكون هناك نوع من التوازن الإقليمي الاستراتيجي النووي ما هو يعني سوف يكون في المستقبل لعمل نوع من هذه التوازنات إنشاء مفاعلات نووية سلمية في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج شاهدنا الآن الإمارات العربية ولله الحمد تعتبر أول دولة عربية تمتلك لمفاعل أراك للطاقة السلمية المملكة العربية السعودية في المستقبل إن شاء الله خلال عامين سوف يكون هناك فيه برامج نووية سلمية لإنتاج الطاقة لعمل التنمية المستدامة والطاقة المستدامة نعم طيب في مثل هذه الاستهدافات هل ينبغي علينا في الخليج أتحدث عن استهداف زادة والبرنامج نوع الإيراني هل ينبغي علينا في الخليج أن نبارك مثل هذه الاستهدافات أم أن نقلق لأنه يخشى أن تسبب حرارة جاملة؟ السيد محمد السؤال دقيق جدا هو ما حدث للاغتيال الزادة سوف يزيد من وطيرة القلق والتوتر في المنطقة لسيما سمعنا الآن بإيران بالتهديد لاستهداف للمصالح الأمريكية وأيضا سوف تكون هناك توجيه بعض الضربات للمصالح الإسرائيلية والآن شاهدنا كيف يلقون بالتهم على المملكة العربية السعودية قد يكون هذا تمهيدا لبعض العمليات التخريبية أو استهداف بعض الشخصيات سواء في الدول التي تم اتهامها لكن إيران لم تتحرك في استهداف نتنزو في استهداف سليماني لم ترد حتى الآن إيران هي تمتلك للنفس الطويل وقرب الانتخابات وخروج ترامب من البيت الأبيض وانتظار جو بايدن قد يعيد النظر في عملية السياسة والاتفاق النووي حاليا لم يتبقى إلا أشهر قليلة وقد يستمر ترامب في البيت الأبيض وهذا سوف يجعل من هناك سياسات أو سياسة خارجية لإيران قد يأتي بايدن ويكون هناك وجهة نظر سياسية خارجية سواء حول السلوك السياسي الإيراني أو حول الاتفاق في الملف النووي شكرا جزيلا لك دكتور فواز وأدعوك لاستمر معنا في الملف القادم مشاهدنا الكرام نناقش في ملفنا القادم مع الصراع الليبي والمداولات التي تجري بين الأطراف الليبية التي تمر بعنق زجاجة على طاولة الحوار أدعوكم لمتابعة هذا الملف لكن بعد فاصل قسيط حياكم الله ومشاهدنا الكرام بات واضحا أن جولات الحوار الليبي السابقة جسرت الفجوة بين المتحاورين إذ تاتي هذه الجولة من الحوار بعد 48 ساعة من لقاء طنج التشاوري بين نواب البرلمان وذلك بعد سنوات من الانقسام فما الذي يحدث غدا في المشاورات بين الأطراف الليبية التي ترجو أن تتوحد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري في البلاد انطلق الحوار الليبي الليبي في المغرب بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة والبرلمان فيما تندرج المشاورات السياسية في سياق جلسات التشاور حول الحوار الجاري في تونس وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا الجولة الجديدة تأتي بعد يومين من انتهاء لقاء طنج التشاوري بين أعضاء مجلس النواب وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس بعد سنوات من الانقسامات توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة وتتصدر المناصب السيادية محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه لعرضه لاحقا على مجلس النواب للتصويت عليه بينما يجري الحديث في كواليس المفاوضات السياسية الليبية عن العمل على صياغة البيان الختامي الذي يقول انفاوضون ليبيون إنه سيحمل أخبارا سارة للليبيين في حين سيناقش الوفدان الليبيان في الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي في المغرب المناصب السيادية وكانت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي فشلت في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيدا لمخرجات مؤتمر برلين ويترقب الليبيون ما ستخلص إليه المشاورات السياسية المستمرة الرامية إلى إيجاد حل توافقي ينهي أزمة بلادهم منذ وقت طويل هياكم الله مشاهدين الكرام في هذا الملف الذي أبدأ فيه مع الدكتور فواز بن كاسب الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية على وسلم بك دكتور فواز يعني كيف يمكن أن نفهم كل هذه المسارات وكل هذه الحوارات والنقاشات والمداولات بين الأطراف الليبيا هو طبعا بدون شك هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات نسر الله سبحانه وتعالى أن تتكلل بالنجاح وأن الأخوة الليبيين تنتهي هذه الاجتماعات بتحقيق أهدافهم والهدف الرئيسي والغاية توحيد الاتجاهات وتوحيد أيضا التوصيات وتوحيد المقترحات لكي تعود ليبيا مستقرة كما كانت وأفضل هو بدون شك حقنا الدماء للأخوة الليبيين ما شاهدناه خلال العشر السنوات الماضية من حروب ومن قتال ليس مصالح المجتمع العربي وليس مجتمع المجتمع الدولي بشكل عام هذه الاجتماعات وهذا الاجتماع الرابع سوف تكون هناك يعني طرح بعض التوصيات وبعض المقترحات وأيضا توضيح الآلية في عملية اختيار المرشحين الجدد لمجلس الرئاسة الانتقالي لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا نعم أنتقل الآن مباشرة الاتصال الانهاتفين مع الأستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة انباء اليوم ومستشار المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية ألا وسهلا بك أستاذ فرات فيما يتعلق بالمشاورات الليبية إلى أين تتجه هذه المشاورات وأي حديث يجري عن المناصب السيادية هناك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ محمد تحية الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام في الحقيقة بلا شك أنه يعني يتجه الأمر إلى مشاورات وأنا أعتقد سوف تكون مشاورات ثقيلة جدا ومحملة بعبء كبير بسبب عدم التفاهم بين الفرقاء السياسيين وأنا أعتقد أن هذا الصراع هو صراع جيو سياسي وليس صراع سياسي فقط على المناصب أيضا هو صراع اقتصادي كما نعرف لأنه المناصب السبعة المهمة في الآن المتصارع عليها هي محافظة المصرف المركزي وهذه أمور اقتصادية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية وأيضا رئيسية مكافحة الفساد ورئيس أعضاء المفوضية العليا للانتخابات التي سوف تهيئ إلى الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وأيضا رئيس المحكمة العليا الذي هو يكون المسؤول عن المصادق على الانتخابات وأيضا منصب النائب العام المشكلة هنا يا سيد محمد هي مشكلة أيضا الأقاليم الأقاليم نحن كما نعلم أنه ليبيا مقسمة إلى ثلاث أقاليم أقليم برقة والتي تعادل مساحة نصف ليبيا وأقليم فزان الذي يليه ويلي برقة تقريبا بالمساحة ثم أقليم طرابلس هو الأصغر لذلك هذه الأقاليم كل أقليم يحاول أن يأخذ عدد من المناصب الأكبر وهنا خرجت مشكلة ولكن من يطرح نفسه الآن أحمد المعيتيق هو من يطرح نفسه أنه الورقة التي يمكن أن تجمع بين الأطراف والفرقاء على أنه نائب طبعا رئيس المجلس الأعلى وأنه يحاول أن يسعب ورقة النصف بيده حتى يستطيع أن يخيط على وضع على المناصب السبع نعم أستاذ فرات البسام أستاذ فرات إن سمحت لي قبل قليل شاهدنا بيانا ختاميا للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كان حديث واضح وصريح وجزء رئيسي في هذا البيان الختامي عن رأي المملكة والجمهورية حول ما يحدث في ليبيا وكان تأكيد على حفاظ على استقرار ليبيا ووحدة الأراضي ورفض التدخلات الأجنبية السؤال الأهم ما الذي يهم المملكة العربية السعودية ومصر في ليبيا عفوا ما هو دور ماذا يهم المملكة العربية السعودية ومصر في الأراضي الليبية نحن لا ننسى أن المملكة العربية السعودية اليوم بلا شك أنها أصبحت عاصمة للقرار العربي والإسلامي ليبيا جزء من هذه الأمة الإسلامية وجزء من الأمة العربية وأيضا هي دولة مؤثرة بمساحتها وباقتصادها على شمال أفريقيا وعلى الوطن العربي المملكة العربية السعودية لم تدعم ليبيا فقط فلتدعم كل الدول العربية بدون استثناء والدول الإسلامية من ناحية إن كان سياسيا أو اقتصاديا وهذا معروف كما واضح أيضا مصر لا ننسى أن ليبيا هي على حدود كبيرة وطويلة مع مصر واستقرار ليبيا يهم استقرار جمهورية مصر العربية لذلك مسألة الأقليمة التي تكلمت عنها في برقة وزنقان وطرابلس هذه مهمة جدا لأن تفتيت ليبيا أو تحولها إلى دولات صغيرة تتحكم فيها بعض الدول ونحن كما نعلم أن هناك بعض الدول لها تأثير حقيقة على القرار الليبي مصر والمملكة العربية السعودية تحاول أن تجعل هناك قرار ليبي ليبي لا يتدخل فيه أي أحد لذلك دعمة المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة في أن تكون هي الجزء الفاعل ولذلك حتى إن فشلت تسمية المناصب السبعة سوف يكون هناك دور الأمم نعم وضحت الإجابة بعض الأسماع على هذه المناصب لأن هذه المناصب هي التي من تقود سوف تقود أو تحدد ما هي المناصب العليا وكيفية إجراء الانتخابات ونزاهتها في المقبلة حتى لا يكون هناك تدخل خارجي وتأثير خارجي ونعرف الصراع بين الدول في الداخل الليبي شكرا جزيلا لك الأستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة أنباء اليوم ومستشار المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية أعود لك دكتور فواز هنا في الأستوديو قبل أن نذهب إلى فاصل قصير شاهدت البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وكان تأكيد واضح وصريح على المصلحة الوطنية الليبية الكبرى بغض النظر عن التوجهات بين الأطراف لماذا نهتم في الخليج وفي مصر بالشأن الليبي الأفريقي؟ بدون شكل طبعاً الليبي تعتبر عضو في الجامعة الدول العربية وهي من ضمن الأقليم العربي وجزء يعني لا يتجزأ منها واستقرار الليبي له العكاسات على الدول العربية الأخرى شاهدنا كيف الحرب الأهلية التي دارت كيف كان لها تهديد بشكل مباشر على أمن مصر تدخل بعض الدول التي لهم أطماع في العالم العربي وذلك من خلال بواب الطرابلس شاهدنا كيف تدخلت تركيا بمعداتها وما زال هناك تدخل من تركيا في معداتها وألياتها وميليشياتها للأسف الشديد من خلال تواجدها على الأرض الليبية وذلك تهديدا للأمن العربي وليس فقط على المنطقة فقط للسياسية على الحدود السياسية دخول بعض الدول الإقليمية والدولية التقاطع والتنافس على المصالح مهدد لاستقرار ليبيا وبالتالي تنعكس على الاستقرار العربي بما فيها الدول القريبة جغرافيا الجزائر تونس مصر نعم سأعود بعد الفاصل لأسألك عن لماذا تهدد التدخلات التركية والتدخلات الأجنبية الأخرى وهي لديها علاقات جيدة مع الدول العربية الأخرى لكن سأذهب إلى فاصل قصير ثم أعود لكم مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الجزء الأخير من حلقتنا تفضلوا بالبقائم ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مشاهدين الكرام حياك الله دكتور فواز من جديد يعني شاهدنا في هذا العرض السريع العراقيل التي تواجه الحوار الليبي إذا ما تحدثنا عن أهم العراقيل التي تفضل بها الأستاذ فرات البسام وهي الأقاليب الثلاثة برقة وفزان وغيرها يعني هل تشكل الطبيعة الليبية عائقا إضافيا أمام الحوار الليبي يعني لو كانت هذه الأزمة السياسية في بلد آخر هل كانت ستجد طريقها إلى الحل بشكل أسرع من ليبيا لكل دولة لها خصائص وثقافتها ليبيا لها ثقافتها والجغرافية هنا دخلت في موضوع التوافق أو عدب التوافق هو بدون شكله وذكر ثلاث أقاليم برقة وفزان وطرابلس هذه أساسا قبل الحقبة الزمنية التي كان فيها معمر القذافي حكما كانت هذه تعتبر أيضا أقاليم شبه فيدرالية ولكن أتى النظام الملكي ثم أتى الثورة الشعبية الليبية ولكن هي مستعدة بيئة يعني مستعدة لهذا يعني التقسيب أتت الحروب الهلية بعد سقوط النظام القذافي وعاشت ليبيا عشر سنوات عشر سنوات أستاذ محمد ليست بالبسيطة أن تكون يعني هذه الفترة فوضى غياب النظام السياسي غياب النظام الأمني التنازعات تكون ميليشيات في هذه الأقاليم انتشار التسليح تدخل بعض الدول الإقليمية وبعض الدول الفوق إقليمية كانت إذن زيادة في فجوة هذه الأقاليم إذن حدثت هناك فجوة نفسية أو نفس سياسية هذه نسل الله سبحانه وتعالى وأنا متفائل بأن هذه الاجتماعات تردم هذه الفجوة ويكون هناك تقارب ليبي ليبي لمصلحة ليبيا حاليا ومصلحة الأجيال القادمة في ليبيا ولن يكون هناك اتفاق ما لم يكن هناك في بعض التنازلات تنازلات عن مصالح هذا القليم أو تنازلات عن بعض الأسماء لا سيما هناك واحدة من ضمن المقترحات التي طرحها في الاجتماعات السابقة بأن من كان من ضمن الحكومة السابقة بأن لا يطرح اسمه مجددا وهذا يعني خلاف قد الآلية هذه التي يتم الاتفاق عليها هي تلك الطرق والأساليب التي يتفق عليها بأنها تكون سليمة في عملية انتقاء بعض الأسماء وضبط بعض الشروط للتنافس على هذه المناصب أنت تتحدث عن عشر سنوات أذكر أحد الدبلوماسين كان يتحدث لي عن الفترة التي قضوها هناك في ليبيا كانت أيام استثنائية وعصيبة في العشر سنوات الماضية وأنت تقول أنك تتفائل بهذا الحوار أنه سينهي هذه العشرية الدموية في ليبيا ما الذي يجعلك تتفائل أن هذا الحوار سيكون له مخرجات إيجابية؟ أولا الحوار ليبي ليبي وهذا لمصلحة الأخوة الليبية وتطبيق لمخرجات للمؤتمر برلين في ألمانيا بأن هنا قامت على مرتكزين أو خرجت بتوسيتين قوية جدا عدم التدخل في الإقليم الليبي وأيضا عدم تهريب السلاح اندماج أو يعتبر هذا الاجتماع الرابع هذا يعكس السيد محمد مؤشر بأن الرغبة موجودة والاستمرارية موجودة في الحل السلمي أو الحوار الليبي الليبي السياسي وهذا يجعلنا أيضا أمام هذه الاجتماعات بأننا متفائلين طيب إذا تفائلنا بالأطراف كيف نتفائل بالتدخلات الأجنبية والميليشيات التي انتشرت على الأرض كنت قبل الفاصل أسأل نحن لا نتفائل بالتدخلات نحن نقول واحدة من ضمن المسببات في استمرار هذه الحرب الأهلية بدون شك هو تدخل القوى الأجنبية الإقليمية والفوق الإقليمية أولا لوضع قدم لها على الأراضي الليبية ثانيا تجارب أو شركات بعض الأسلحة التي تجد لها سوقا في هذه الحرب المركبة أو الحرب الأهلية الليبية طيب كيف تعتبر هذه القوى الأجنبية التي تدخلت في تركيا في ليبيا عفوا منها تركيا وروسيا وغيرها كيف تعتبرها مهددا للدول العربية المجاورة وهي تملك علاقات طيبة وجيدة مع هذه الدول هو للأسف الشديد استاذ محمد بأن الدول تتبع مصالحها وليبيا مشكلتها أنها دولة غنية في البترول وتعتبر كدولة رابعة ودولة ثانية ما خلتنا الذاكرة في الاحتياط في البترول ومن أفضل أنواع البترول عالميا في أثريقيا نعم في أثريقيا في العالم أوكي في العالم نعم وهذا يجعلها يعني محطة أو مكان تنافس لجميع الدول تواجد الدول الفوق الإقليمية الروسية والفرنسية والأمريكية وأيضا الحضور المتواجد الدائم وعالنا بشكل يعني معدات عسكرية وميليشيات إرهابية يتم من خلال تعزيز وأسناد تركي لطرابلس طيب إذا ما تحدثنا عن النفط بالتحديد شاهدنا اتهامات متبادلة وشديدة اللهجة بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومحافظ المصرف المركزي بأنه تم تبديد المليارات هناك خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار بسبب إغلاق الموانئ والحقول وغيرها من الذي يدفع ثمن هذه الخسائر من الشعب الليبي؟ بدون شك الخسران هو الشعب الليبي والمواطن الليبي ولكن واحدة من ضمن الأسباب الرئيسية التي يعني أوصلت الشعب الليبي إلى حالة أو مستوى الفقر الذي يعيشه الآن الفساد الذي حدث في طرابلس والذي كان يمارسه الفائز السراج بالمنظومة القيادية والمنظومة السياسية والتي غابت في هذه السياسات الداخلية المساواة والعدالة الاجتماعية داخل المحيط في إقليم طرابلس طيب هل تتفائل بوجود المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بأنها ستحل المسألة أم ستعقد؟ هي بدون شك لها عدة تصريحات وأنا قرأت بعض التصريحات أنها متفائلة جدا وأنا طبعا من خلال قراءتي لرؤيتها ووصفها للسلوك الحواري الذي يتم كان في الاجتماع الأول كان هناك يعني وصل إلى مرحلة من الصراع والخصام بين الأعضاء ولكن هي قالت ما تم خلال عشر سنوات لا نستطيع أن نحله خلال أيام بسيطة آتى الاجتماع الثاني والثالث في الاجتماع الثالث كانت تنظر إلى تطور لغة الحوار وثقافة الحوار بأن هناك دوافع لحل هذه المشكلة لكنها خرجت في واحدة من المؤتمرات الصحفية غاضبة وتدعو إلى وضع قائمة سوداء لمن يعرقلون الحوار من قبل مجلس الأمن ما الذي تملكه من أوراق ستيفني ويليامز ولم يكن يملكها غسان سلامة ومن قبلها طبعا غسان سلامة خروجه من كمبعوث أممي كانت طبعا الحرب الأهلية أو الحرب بين الشرق والغرب كانت في أوج وطيرتها ومازال هناك في بعض التدخلات ولكن الأمم المتحدة عند تقييمها لمشكلة أو ملف الليبي من التأكيد بأنها أخرت هناك بعض نقاط القوة التي تدفع بعجلة أو الاستمرارية أو السعي في السلم في طرابلس طيب الإدارة الأمريكية الجديدة هل تعتقد أنها تؤثر بشكل أو بآخر على مسار الحل في ليبيا؟ بدون شك أنها تبحث عن مصالحها سواء في ليبيا وغير ليبيا ولكن ما كانت تقوم به سياسة الأمريكية تجاه الملف كان هناك إعطاء ضوء أخضر للجانب التركي لسيما بأن الجانب المضاد الشرقي كانت تدعمه الاتحاد الروسي وبالتالي تركيا كانت تقوم بلعب ورقة تقوم بيد الولايات المتحدة في الأراضي ليبيا أو في الشرق الأوسط ما توفى يتم خلال المستقبل في حالة تواجد جو بايدن في البيت الأبيض قد تستمر هذه السياسة الخارجية أو قد تتغير ولكن تبقى مصالح الولايات المتحدة في جميع الأقاليم التي ترى بأن مصالحها الحيوية متوفرة في هذه المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور فوازي بن كاسب كنت معنا وأنت الباحث في شؤون الاستراتيجية والأمنية شكرا لك على إثراك الحوار في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ابقوا في أمان الله اشتركوا في القناة